موسيقى موسيقى مرحباً إلى ميزاني اليوم سنحدث عن إف كونديشنال و كيف يمكننا استخدامها أتمنى نهاردة نتكلم عن حالات إف الشرطية واستخداماتها والأذر كونديشنال و أدوات الشرط التانية لها و تحل محلها أتمنى أن تفهمها و تفهمها جيدا سأتحدث عن إف كونديشنال سأبدأ موسيقى 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 الموسيقى موسيقى الموسيقى إذا كان أول تصريف للأفعال. We add S or ES or IES to the end of the verb. Okay. So it's used with present symbol. Present symbol is facts. Okay. If we heat water, it evaporates. So what happens when we heat water? It evaporates. It turns into stem. تتحول لبخار ما? If water is heated, it evaporates. This is passive. لو سخينت المياه, it evaporates. ده طبيعي جداً وتتبخر. ده طبيعي. If we water plantes, they grow. عندما تروى النباتات طبعاً بتكبر حجمها وتنمو. If we don't water plantes, they die. Or fade. تزبل النباتات وتموت بمجرد إن إحنا ننقطع عن إيه؟ إن إحنا نرويها. فدي حقيقة سبتة. And it can also be used with habits. الحاجات اللي إحنا بنعملها بشكل مستديم وبشكل دائم فبتتحول لhabits. If I feel tired, I go to bed. What happens when you feel tired all the time? When I feel tired, I go to bed. If I drive too long distance, لو سوقت المسافة طويلة, I feel a terrible headache. This is my habit. When in this form can be used to replace if. يبقى في الزيرو كونديشنال ممكن نحط when ما كان if مع الفاكتس and habits. When the bark is badly damaged, the tree dies. عندما يضمر لحاء الشجرة تموت الشجرة طبيعياً. وقلنا اللحاء ده هو الغطاء الخارجي اللي بيغطي الشجرة بشكل عام. We can also say if the bark is badly damaged, the tree dies. So, zero conditional is used with scientific facts and habits. And it can be used with the present symbol. دي الحالة الإبعاءة الأولى. تستخدم فيها if present symbol جواب الشرط بيبقى will can, may, should, must, need to, all these forms can be used according to the meaning. تبقى للمعنى بنستخدم كل ده. وبرضو قد تستخدم if present symbol imperative imperative اللي هو صيغة الأمر ناحية التانية على طول جواب الشرط قد يكون في صيغة الأمر اللي هو الفعل infinitive form في المصدر. أو بنبدأ بـ don't. أوكي. وبتستخدم برضو مع الحاجات اللي محتمل تحدث it can be used to express something that will happen. Probable. شيء probable حدوثه في المستقبل. And with promises and the threats والتهديدات. والوعود والتهديد. If it rains tomorrow الجو لو ما التربكر I will stay at home. ده احتمال قوي. If أمر goes to an interview he should wear nice clothes. أمر لو رايح interview المفترض إنه يرتدي يرتدي يبقى هنا شود If you come first in the exam What will happen يعني I will buy you a new mobile ده promise ده وعد إن أنت لو طلعت الأول هجيب لك الموبايل وده وعود فتستخدم الحالة الأولى لإف فيه to give promises If you don't stop talking I will punish you لو ما بطلتش ده وضاء اللي انت بتعملها دي والكلام اللي انت عامله ده والراغي ده I will punish you عقبك ده threat ده تهديد If you meet أمر صغط الإمبراتف Give him this camera If you want it to succeed in your exam Don't waste your time ما تضعش وقتك ده طبيعي فالحالة الأولى The first conditional Is used To accept this something Probable شيء محتمل حدوثه في المستقبل بالنسبة عالية What promises and the threats والتهديدات If it rains the tomorrow استياته ده احتمال قوي فكل ده بيستخدم To accept this إيبقى عود تهديد احتمال قوي قد تأتي برضو أيضاً في صيغة الإمبراتف If you meet أمر Give him this camera If you want succeed Don't waste your time The second conditional If Past the symbol Would Could Might Plus infinitive وطبعاً هنا حالة F التانية بتستخدم الموضوع البسيط جواب الشرط بيبقى Would Could Or Might Plus infinitive اللي هو الايه المصدر طبعاً دي بتستخدم للتعبير عن شيء محتمل وقوعه في المضارع والمستقبل بالنسبة ضعيفة يعني الاحتمال مش قوي زي الحالة الأول The first condition If it rained tomorrow I would stay at home لو الجو مطر بكرة أنا هاعود في البيت احتمالية إن المطر يتساقط غداً ضعيفة فالاحتمال هنا ضعيف وما تستغربش من وجود ريند مع تموره لاني دي The second condition وبرضو عايز أأكد إن الماضي هنا ماضي بيسموه الانجليز Unreal Past ماضي غير حقيقي جملة دي لا تعبر عن الماضي ده تعبر عن إن احتمال وكوه الحدث في الفيوتشر قل شوية وضعف برضو بتستخدم لإعطائي We would move to another villa أوكي But it's used to express advice برضو بتستخدم لإعطاء لإيه النصح When I say If I were you I would forgive him لو أنا ما كانك هسامحه If I were you I would go to the doctor أنا بنصحك You should go to the doctor This is the meaning Now we are giving advice with the second condition بلحلة الثانية بتستخدم لإعطاء النصح والاحتمال الضعيف في المستقبل والمضارع والأمان المستحيلة في المضارع The second conditional وبأكد تاني إن الماضي اللي فيها Unreal past ماضي غير حقيقي فلا تنخدع فيه ولا تستخدم It cannot be used with the word of past December يعني ما نفعش وليه في trend yesterday No 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 Yesterday can not be used on the second conditional at all الماضي البسيطي أنا بيسمو Unreal past ماضي غير حقيقي Now the third condition Can you use The past perfect لو هاد بيبي جواب الشرط بيبقى would have or could have or might have plus the past participle زي دلوال التصريف الايه التالت ودي بتستخدم بالتعبير عن something that happened in the past حاجة حصلت وانتهت خلاص وبرضو بتستخدم تكسب ريس رجريت الندم بتندم أو بانتقد واحد If it hadn't rained yesterday I would have gone to the cinema الجولة ما كانتش مطر مبارح كنت روحت السينما ده معناه إنها it rained and I didn't go to the cinema If you had listened to me you wouldn't have lost your money لو كنت سمعت كلامي ما كانتش فلوسك راحت بس انت ما سمعتش You didn't listen to me so you lost your money دي باب تستخدم فعلا الحالة التالتة It used with بتستخدم مع كلمات الماضي البسيط Yesterday or last to ago Okay If Nadir had revised well he would have passed his exams last year لو Nadir كان راجع كويس كان نجح في امتحانات السنة الفاتذة This means that Nadir didn't revise and so he didn't pass his exam دي كلها أماني مستحيلة خلاص حصلت أنا بتحاول أرجع الباست للماضي ومش عارف أرجع للماضي خلاص الأمنية انتهت كنا بنقولها كده اللي راح راح لن تعود عقارب الزمان إلا وراء حتى أتمكن من اكتياز اختبار لو كنت ذكرت كويس كنت انجحت This means that I didn't revise well so I didn't pass فأنت بتعبر عن أماني حدث عكسها وانتهت والحالة التالتة بأكد يالي بتستخدم مع كلمات الماضي البسيط يالي بتستخدم وانت بتفترض حاجة حصل عكسها لو كنت سمعت كلامي If you had listened to me Your money wouldn't have been lost ما كانتش فلوسك فوق ده You wouldn't have lost your money You wouldn't have broken the camera لو كنت حريص شوية The mobile wouldn't have been smashed ما كانش الموبايل تهشم وباز وتحطم زي ما انت شايف فانت بتفترض شيء حصل عكسه في الماضي Don't cry on spilled milk لا تبكي على اللبن المسكوب فهي بتستخدم To express something that happened in the past وانت بتتمنى أنه كانش يحدث أصلا بس الأمنية انتهت والحوار انتهى ولن تعود عقارب الزمان إلى الوراء Here we can use many conditionals instead of if The first one is should Should here can replace if with the first conditional and the second condition في الحالة الأولى والثانية بس لاحظ ال difference بقى الاختلاف إن should subject الفاعل وبعدها هذا infinitive form حتى لو subject he or she or it we don't add s or es or is دائما الفعل in the infinitive form so should can be used so should can be used in the first conditional and the second conditional only when I say should he study he will pass should he study he would pass بقى عندك الحالة الأولى والحالة الثانية لاحظ انها study not studies or studied الفعل عندك in the infinitive form لكن لو كانت if موجودا if he studies he will دي الحالة الأولى ال if if he studied he would ودي الحالة الثانية لكن should is used with the infinitive form حتى لو معاك he or she or it انت مع infinitive with all pronouns now is where مع where where can be used كتستخدم instead of if in the second conditional only في الحالة الثانية فقط ولا حالتين اتنين في الوضع ده كمين verb كفعل أساسي يعني أصلا already موجودة في الجملة أساسي if he were a king he would live in a palace لو هو مالك يعيش في في قصر أجبها في الأول بس بديلا ال if were he a king he would live in a palace if he were reach he would be happy where he reach he would be happy when I say if I were you I would listen to him where are you I would listen to him فهنا موجودة كمين verb كفعل غير أساسي بها زنوتا مين verb ابتبقاش أصلا وير موجودة في الجملة أساسا فأنا بلجأ وبجيبها بإيه بقى بالقعدة بالرول الجميلة دي where plus subject اللي هو الفاعل plus two plus infinitive ده في حالة لو وير مش موجودة أصلا مش كل second condition هنتلاقي فيها where أساسا if he studied لاحظة الباست if he studied hard he would pass فهنا أقوم ألي بقى where he to study he would pass if نادر working hard he would succeed where نادر to study he would succeed had can be used also قد تستخدم بديلا لإف في second conditional and the third conditional بس لاحظ أنها بتستخدم في the second conditional كمين verb only يعني ما نفعش أجيبها لو هي مش موجود أنا بجيبها بس لو هي أمين verb بمعنى يملك ليا في الماضي had when I say if he had enough money he would buy a car هول had he enough money he would buy a car مثلا if I had enough time I would visit you had I enough time I would visit you لاحظ وجود had هناك فعل أساس لكن لو هي مش موجودة زي وير مثلا ما نعرفش نجيبها أساس if he had enough money بأكد ثاني he would buy a car had he enough money he would buy a car دي موجودة هيد في second conditional لاحظ انها had جبتها في الأول وخلاص بالنسبة third conditional الحالة الثالثة بتلاقيها موجودة أصلا وبعدها التصريف الثالث للفعل فانت جبها في الأول بس هات ولي had he worked hard لو كان اشتغل بجد he wouldn't have failed the test لاحظ if he had worked hard لحظ الفرق فوق في second conditional كنت من وليه had he enough money لحظ في now had I money had he a car had he a been had he a map بsecond conditional لكن had another studied had I played had I visited had my father listened to my mother's advice يبقى انت هنا بتتكلم ان هات فاعل تصريف ثالث يبقى دي حالة تالثة هدى اقا هدى enough time هدى اماب بقى دي second لاحظ الفرق بين second والthird باستخدام had unless unless اساسا باللغة بتاعتنا باللغة العبيبة بمعناها اذا لم فصيغة النفي ما تجيش بعد unless في جواب الشرط ابدا اولش don't or didn't or didn't or hadn't دايما فعل الشرط بعدها and if not if من منفية يعني unless you study لو ما ذكرتش you fail the test this is the first conditional لاحظ ملتش unless you don't ممكن نقول if you don't ماشي لكن unless you study اذا لم تذاكر unless you studied you would fail the test لاحظ هنا ان if منفية تساو unless ما تجيش بعدها فعل الشرط منفي مطلقا unless you studied you would fail the test this secondary الحالة الثانية unless you had studied لو ما كنتش ذكرت you would have failed the test تمام ناحية التانية خلي بالك جواب الشرط قد يأتي منفي او مظبط لكن فعل الشرط اللي بعدها ما يجيش منفي يعني ممكن نقول unless you study لو ما ذكرتش you fail the test عادي هتفشل هتفشل في المدحان وممكن نقول you won't pass your test جواب الشرط قد يأتي مظبط او منفي لكن فعل الشرط اللي هو بعد unless تماما unless you listened unless you listened unless you had listened هتلاحظ انزو في الاثبات ولا يأتي بعد unless فعل الشرط منفي مطلقا لان معناها إذا لم فلا يجوز اقول إذا لم لم كل دون معنا بواسطة او في حالة بيطبعوا بفر بفلاسة ينجيل والجرنت or now ودول بيحلوا محل الف في الاثبات بس لاحظ مش بشي الف وحط وخلاص والموضوع ينتهل بالعمل يمكن الوائز working hard in case of working hard okay with money you can buy the car by walking hard you can achieve your goals by listening to me by playing well you can win the match without but for الاثنين معناهم بدون اول اول بيتباعوا في بفر بفلاسة energy or now ممكن اقول لي ما without working hard بدون العمل الجاد you can achieve your goals ودول بيحلوا محل الف بس بيتباعوا في بفر بفلاسة energy or now وبمعناهم نفي بدون العمل الجاد لن تستطيع الوصول لهدفك without money بدون النقوط بدون نصيحتي you would have lost your money قد فلوسك راحت الحالة الثالثة مثلا without but for بعد بفر بفلاسة energy or now if it weren't for والصيغة دي معناها بدون برضو بعدها بفر بفلاسة energy or now بس خلي بالك دي في يعني لا تحل محل الحالة الأولى ولا الثالثة مثلا حالة التانية ولها معنى without but for ما ولناش حاجة لكن without but for في الثلاثة حالات لكن دي الحالة التانية فقط بدون مساعدتي تفشل في الاختبار دي حالة تانية if it weren't for your help if it weren't for water people would die دي حالة تانية فقط if it weren't for if it hadn't been for لو لأ بدون ذير ببلاصة انجي or noun بعدها اما الفعل مضافة انجي او ms if it hadn't been for my help you would have failed the test لو لم مساعدتي لي كنت فشلت في الاختبار بحالة تالتة فقط if if hadn't been for my help you would have failed the test if it hadn't been for my advice مساعدة لو لن نصحتي you would have lost your money كنت فقط فلوسك if it hadn't been for working hard بدون العمل الجاد you would have failed the test كنت فشلت في الاختبار ف if it hadn't been for دي تركيبة حالة conditionals have the same meaning لهم نفس معنى ف وما فيش فرق في المعنى okay provided that or provided that provided that providing or providing that as long as unconditioned that كله دون معنهم طالما أو بشارت وغالبا بيستخدموا في الحالة الأولى as long as you study hard you will get high marks okay طالما بتذكر بجد إن شاء الله you will get high marks if you study hard you will get high marks I can lend you my bike as long as you drive carefully for example you will pass your exams I think إن شاء الله on condition that بشارت عني أنت study hard so it can be used as if and the same meaning of if في بردو in case فانت كان الفرق بين هبقى بن in case و if في فرق بسيط جدا بقى ايه في الشرايح الجاي now supposing or imagine that تخيل افترض والصغة دي طبعا بتبقى صغيرة غير رسمية تقدم الاقتراحات أو بتاخد فيها رأي حد supposing you missed the school what would you do افترض كده فات كالتوبيز بتاع المدرسة هتعمل ايه في الوضع ده imagine you found the job in kair what would you do supposing the trains will you come with us tomorrow او ممكن تستخدم في three conditions في الثلاث حالات المعنى بتحول افترض تخيل imagine that you missed the buster school what would you do imagine that you found the job what would you do هتعمل ايه يعني supposing the trains will you come with us tomorrow في دايما يعني ثلاث كلمات بيسببه مشاكل لهم if الفرق بينهم يعني if when case of اولا if معناها اذا او لو if it rains لو الجو مطر i will use this umbrella فانا لو الجو مطر هستخدم الشمسي لكن in case معناها تحسبا يعني يعني انا هعمل حاجة تحسبا لو حاجة حصلت يعني خد الشمسية دي معاك في حالة لو مطرت خد ها هتستخدم ها في حالة لو مطرت فانت بتاخد ها تحسبا لهذا ففي فرق بسيط جدا في المعنى بس تركز في كده لو جو مطر فانا هستنى لما جو مطر وبعد كده استخدم الشمسية لكن في الجملة تاني انا هاخد الشمسية دي معايا تحسبا انها تمطر يعني التقط صورتين لو واحدة منهم مطلعتش كويس ولا بتاعب في واحدة تانية بديلة فهو التقط صورتين تحسبا ان ممكن واحدة منهم تأتي مش كويس لكن لاحظ بتتبع بالنعون وخذناها مش وقلنا معنا في حالة أو بواسطة هنا بعدها نعون وبعدها في حالة الطوارئ in case of fire في حالة الحرائق in case of شايف انت النعون واضح جدا بعدها النعون ودي عادة بتستخدم في الاشارات التحذيرية in case of emergency in case of fire في حالة الحرائق in case of emergency فانت بتقولهم ايه في حالة الحرائق في حالة الضرورة فانت بتتبع بالنعون ودي غالبا بتستخدم في warning signs في الاشارات التحذيرية اهلاً ايهة نتعامل مع حالة F لازم أن أبص مع الكونديشنال زي بشكل عام أبص الجواب الشرطي الناحية التانية فبقول إيه I would look for another job. There's a second the conditional and if you would plus infinity. بقول if I were in your place. لو أنا في مكانك I would work for another job. The second one جملة التانية number two. If by without unless you had worked hard you wouldn't have got the best marks. لاحظ هنا المعنى اللي بيحدد لأن ناحية التانية يبقى you wouldn't have got. يبقى there's a third conditional دي حالة التالتة. فعندي unless وif المعنى اللي يحدد. ولو ذكرت لو كنت ذكرت you wouldn't have got ما كنتش حصلت ولا لو لم أذاكر. يبقى unless you had worked hard. لو ما كنتش ذكرت. تمام. You wouldn't have got the best marks. ما كنتش جبت الدرجات دي. يبقى اللي جابة صح. Unless. بحظ وزاوت وباط فوق. وزاوت وباي ما ينفعش أبدا لأنه ما فيش verbi بلاصة ينجي هنا. أوكي. number three where had if unless he had enough time he would have come to my party. لو كان عنده وقت كفاية he would have come. لحظة الناحية التانية بيقول would have come. يبقى is a third حالة التالتة. unless. ما تنفعش. unless he had enough time. if. برضو. هقول if he had. الناحية التانية في would have. يبقى دي حالة تانية في الجزء الأول وفي التالتة في الجزء التاني. اللي جابة الصحة had. had he had enough time. وما تصاربش من ما نقول had he had enough time. he would have come to my party. الجملة كانت أساسة ايه. if he had had. ضماضي تامه فجبت هاد الأول. الأولانية يقول had he had. had he had enough time. he would have come to my party. number four. unless. if. without. but for. I had gone to England. I would have met my friend friend. لاحظ ان had gone. had be. would have be. يبقى دي الحالة التالتة. تمام. الif أو unless. طب انا احدد if. ولا نلس المعنى والي بقى. المعنى اللي احدد. لو كنت رحت. if I had gone. to England. I would have met my friend friend. لو كنت سافرت انجلترا كنت قابلت صديقي المرسلة اللي انا اعرفه ده. number five. it's better for your eyes. without. in case of. where. if. you wear glasses. معنى ماضح. احسن بالنسبة لعنك. if. you wear. glasses. يعني دي حق كويسة ليك. it's better for your eyes. if you wear. glasses. number six. in case of. buy. with. imagine. you had. all the money you need. what would you do. لاحظة بولك ايه. تخيل. تخيل انت ما عندك فلوس كلها اللي تحتاجها تعمل ايه. ايه سلام. imagine. imagine. you had all the money you need. what would you do. تخيل كده معك فول الفلوس الدنيا دي هتعمل بها ايه. في الاجابة imagine. number seven. they can play in the garden. had. on condition that. where. should. they don't climb the trees. معنى واضح جدا. والهم ممكن يلعبوا في الحديقة. بشرط ان. on condition that. اللي هي بتسوي معنى في اف في المعنى عادي جدا. يعني. on condition that. يبقى. they can play in the garden. in condition that. they don't climb trees. ممكن يلعبوا. بشرط ان هما ما ايه ما يتسلقوش الايه. الاشجار. يبقى. the correct answer is. on condition that. number eight. unless. without. if. in case of. there was an eclipse of the sun. لو كسوف الشمس. in my country. I would definitely watch it. جواب الشرط الناحية التانية. في would. plus infinitive. يبقى الحالة دية. if. لو. there was an eclipse of the sun. لو كان في كسوف الشمس. I would definitely. watch. it. nine. if. in case. in case of. without. fire. cool the fire. the gate. في حالة الحريق. اتصل بالمطاف. يبقى. in case of fire. قلنا لو تفتكروا. in case of. بتستخدم. للايه. بعدها. ناو نهيت. في حالة الإشارات التحذيرية. in case of fire. ten. where. mom. to wake. weeks. walk. had woken. me up. earlier. I would have time. to have breakfast. لاحظنا ان دي. would. have. النحية التانية. يبقى فيه. would. plus infinitive. يبقى دي. second conditional. where. هنا مستخدمة. مكان. في كفعل غير أساسي. يبقى. where. to wake. إجابة الأولى. to wake. 11. if. unless. should. had. you hadn't spent. so long. in the sun. you wouldn't have. got. burn it. لو ما كنتش عبيت الوقت. ده كله في الشمس. ما كنتش تعرضت للحريق ده. يبقى. if you hadn't spent. so long. in the sun. you wouldn't have. got. burn it. 12. had I enough time. time. I visit. will visit. would visit. would have visited. my grandma. had I enough time. دي هاد في الحالة التانية. اوكي. هناك فعل أساسي. يبقى. جواب الشرط. would plus infinitive. إبقى. had I enough time. I would visit my grandma. 13. where. had. should. if. she. to get a belly. she would catch. is a tree. لحظة جواب الشرط. would catch. would plus infinitive. وهنا. في فاعل. to infinitive. يبقى دي where. ما تنفعش لل where. يبقى. to get a belly. 14. where. should. had. has. he. a mechanic. he. would fix. would. infinitive. يبقى. where. he. a mechanic. لو هو ميكانيك. يبقى. زي ما كنا بنقول. if he were a millionaire. يبقى. were he a millionaire. were he a mechanic. he would fix the car. 15. and the last one. where. if. if. in case of. unless. you watch the sky. on a clear night. you can see stars. and the planets. لما الكواكب. يبقى. if. you watch. the sky. on a clear night. you can see stars. and the planets. لو. فرقت. وشاهدت. السماء. في يوم جميل كده. a clear night. you can see stars. and the planets. good luck.